اول حاجة بالنسبة للدورة احنا كان عندنا يعني عمرين مختلفين اول عمر كان تحت 30 سنة وشارك فيه 7 فرق وكان عندنا العمر المفوق 30 سنة ده كان كبار يعني كان عندنا عمرين عمر شباب وعمر كبار شارك معنا 14 فريق 7 كبار و7 شباب يعني كانت بطولة محترمة تظهر فيها في الشباب كان فيه لعيبة محترمة جدا الكبار الناس كانت مفسوطة جدا الناس دايما بتتمنى يعني من كتر مطولة كانت محترمة بتمنى اننا ان احنا قرارة ما تبقاش كل رمضان تبقى موجودة باستمرار معنا الحكام بصراحة كان على مستوى احنا كان معنا حكام دوليين موجودين هنا موجودين معنا في البطولة والله يبصي هو من كتر مستوى كنا طالع عايزين مستر كولر يجي لا مستوى عالي قوي بصراحة اتبهرنا اداء عالي حماس ممكنش مصدق الناس واخدها بجد قوي كده جد جدا فلدرجة ان احنا حتى كنا لسه النهاردة بعد الفطار بنحط مين احسن لعيب ومن احسن حرس مرمى شايف اللجنة عمليين بيتخانقوا مع بعضها يعني الحماس حتى تنقلنا في الاختيار مين من كتر مستوى ما هو عالي بس في الاخر الحمد لله احنا اللي همنا ان كله سواء كاسبان او خسران او خسر بطولة كله خارج مبسوط وده الاهم بالنسبة والله اجواء البطولة جميلة جدا فرق قوية جدا في سبع فرق كلها ما شاء الله لعيبها قوية التنظيم هايل بصراحة من ادارة النادي ومن المنظمين بطولة مخالية من المشاكل خالص كلها كورة ومنفسة خوية جدا بصراحة المطشط كلها صعبة حتى اخر يوم فيه تنافس دورة جميلة بصراحة جدا وانبسطنا لها تلعبت اول سنة لها هنا في الشيخ زايد وده حقا جميلة وان شاء الله تتكرر على طول بنفس المستوى ده احنا بنشكر النادي واللجنة العالية ولجنة الشباب الناس يعني عملت كل مجهود وساعدونا في كل حاجة وكانوا نعمل الدعم والعاون نحاولنا النظم بطولة الناس ما شاء الله راضي عنها كلها وفرنا فيها كل حاجة من حس اللي هو الحكام جاي اعلى مستوى درجة اولى تحكيم نفس الكلام اللي هو الجوائز الفاسيلة كلها كانت متغفرة احنا بنشكرهم على الدعم ده وان شاء الله ما تتكرر بإذن الله يمكن اجواء رمضانية كويسة جدا دي اول سنة تتعمل بطولة هنا في الشيخ زايد يمكن مشاركة اكتر من 140 عيب و14 فرقة مختلف الاعمار يمكن احنا عندنا الاعمار بدأنا من اول 14 سنة و10 سنين لحد فوق 30 سنة اجواء كانت جميلة جدا هنا في الشيخ زايد احنا يعني انفاض ربنا اولا ثم الناس المحترمة اللي شاركت في بطولة كلها بشكر طبعا ادارة التنفيذية في المجود المفزول على نجاح البطولة بشكر طبعا رجال الامن اللي عندي اللي عمله مجود كبير جدا بشكر ادارة الخدمات كل ما هو ساهم وتاعب معنا في النجاح البطولة الحمد لله بطولة عدت على خير بطولة جميلة في اجواء جميلة شهر رمضان الكريم الحمد لله رب العالمين كميع الفرق كانت بصراحة عملة مجود كويس نشكر اللجنة طبعا لعليا برئاسة الاستاذ وليد مبروك وجميع عداء اللجنة المنظمة يعني الاول الحمد لله كان هي كان بطولة كويسة وتعملت في وقت قصير وبشكر منظمين عليها طبعا واكتهدنا وربنا كرمنا بالمركز الاول وهي بتعمل كل سنة وان شاء الله السنة جايب الاعداد ازيد وينضم معنا اهل الجزيرة اهل مدينة نصر وتبقى الاعداد ازيد وان شاء الله تبقى اقوى اقوى ونتمنى الافضل ان شاء الله باذن الله البطولة الحمد لله رب العالمين كان بطولة موافقة جدا على ارض ملاعب اهل الشيخ زيد كان بينوارنا اكتر من فريق وطبعا كان فيهم نجوم كان بلعابه دوري ممتاز او فرق درجة اولى وكان لعبة محترمة شرفنا بوجودهم كان فيه فريق توفيق ده كان المرشح الاول للبطولة من قبل ما ييجب في فرع الجزيرة هو كان فريق معروف بقوته وامكانياته وكان عندنا هنا منتخب العالم وكان عندنا هنا الطانجو وكان عندنا هنا المدفعجية عملنا بطولة على ارض ملاعب الشيخ زيد ارض المستقبل بطولة قوية بطولة كانت تحتقيادة اللي هو ناصر ابو زيت واللي هو يحيى ابوزة والرجال الام بتوحهم المحترمين اللي كانوا سندلنا في كل المواقف المهمة واللي بنشكرهم وبندعمهم وابنتمنى يا ربي ان يكون دايما ملاعب اهل الشيخ زيد بتستقبل الضيوف كده اهل اخواتنا وحبايبنا اللي بيجوا من مدينة ناصر ومن الجزيرة اللي دايما بينورونا ويكون اضافة لأهل الشيخ زيد اهل المستقبل اصعب ماتش كماتش توفيق طبعا وكلهم سن كبير علينا بالزاد بس ده مش يعني مش اكسكيوز دي ان احنا نقول ان هما فريق يعني يكسبونا كده لأهم كسبونا بالكورة ولا بكورة حلوة قوي بس احنا برضو فخورين السلب اللي احنا عملناه والحمد لله يعني على كل حاجة اكتر ماتش كان صعب احنا كان عندنا اصعب ماتشين الصراحة ماتش خسرناه كان بتاع فرقة التوفيق اللي اخدت البطولة طبعا كان فيه شوية غلطات من الحكام لسبب اللي هي اخدت مننا الماتش وغير كده طرد زيزو طبعا هو كان اكبر سبب لان احنا الماتش اتخد مننا وماتش جانرس صبعا كان ماتش صعب وكنا متعدلين في اخر ديه جاب الجون وكسبنا الحمد لله الماتش ده هم دول كانوا اصعب ماتشين والباقي الحمد لله عبدنا منهم وطلعنا المركز الثاني